قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم إصدار تسع رخص ذهبية للمستثمرين لتشجيع القطع الخاص على تنفيذ المشروعات التنموية وأوضح مدبولي أن هيئة الاستثمار تدرس حاليا إصدار أربع رخص ذهبية جديدة للمستثمرين في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع يعني دور القطع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكان توجيه سيادته للحكومة بالإصراع بموضوع الرخص الذهبية وإصدار الرخص الذهبية الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على تسع رخص بصورة مبدئية والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي أن أنا أعرض على حضراتكم يعني أن في إيدي دلوقتي التسع رخص اللي فعلا تم إصدارهم وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني الطريقة غير تقليدية وتبقى ليه تقنيات الجديدة الرخصة بتطلع في صورة كارت زاكي بيبقى فيه طبعا QR code بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالإصراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات اللي احنا قلنا أنها حتكون جديرة أنها تاخد الرخص الذهبية وعايز أقولي كمان أن المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الأنشطة اللي ممكن أنها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الذهبية بالفعل النهاردة أضفنا مجموعة أخرى من الأنشطة والحقيقة أيضا النهاردة وفقنا على إصدار أربع رخص أخرى